أزمة المهاجرين، ما أن تغيب عن السطح حتى تطفو عليهم مجدداً مع ظهور معلومات تثبت تورط دول في عمليات دعم تجارة البشر بليبيا صحيفة العربي الجديد نقلت عن مسؤول بجهاز الهجرة غير الشرعية في ليبيا حصولهم على وثائق تؤكد تواصل حكومة أبوظبي مع أشهر أحد عشر مهرب بشر بين ليبيا ودول إفريقية لكن دولة الإمارات الوارد اسمها في الصحيفة ليست المتورط الوحيد في الأزمة فهناك دول وجماعات أخرى تعمل على دعم هذه التجارة وهو ما أكدته وزارة الداخلية الباكستانية عقب تمكنها من القبض على أربع أشخاص على علاقة بتهريب مهاجرين إلى ليبيا معطيات لم تكن مستجدة لدى القوات البحرية الليبية التي أكدت على لسان المتحدث باسمها دعم الكثير من الدول للهجرة غير الشرعية في ليبيا ويذهب المسؤول الليبي إلى أبعد من ذلك فهو يرى أنه ليس للدول الأوروبية رؤية موحدة في التعامل مع أزمة الهجرة بل كل يستعملها ورقة سياسية رابحة في بلاده فتصريحات وزير خارجية المجر على سبيل المثال بطرح خطة لتوطين المهاجرين في ليبيا تأتي مخالفة لمطالبة الحكومة الإيطالية باستقبال كل المهاجرين وتوزيعهم على دول الاتحاد وقائع وتحقيقات فندت كل الاتهامات التي وجهتها دول أوروبية ومنظمات دولية كأطباء بلا حدود والعفو الدولية بتورط السلطات الليبية في عمليات تهريب المهاجرين تخبط في التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية تزامن مع انتقادات موجهة لسياسات الاتحاد الأوروبي في تعامله مع أزمة المهاجرين وإطلاق وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي فرونتكس مهمة إنقاذ جديدة في المتوسط تحت مسمة ميس تلغي جميع الالتزامات السابقة بنقل كل المهاجرين إلى إيطاليا فقط